يوم العوالم في الجهالة أظلمت والكفر سلق سيفه المسلول ولد الرسول كألف شمس أشرقت فأضاء ليل العالمين رسول وغدت صحار الأرض أين عواحة وتعقلنت بعد الضلال عقول هو أحمد المختار خير معلم نور يردد وحيه التنزيل نور يردد وحيه التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة الأخوات في لقاء وحلقة جديدة من سلسلة المعلم التي يدور الحديث فيها عن شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التعليمية أداء الرسالة التعليمية من أصعب المواقف التي تحتاج معلما خبيرا حكيما بارعا في أداء هذه الرسالة النبيلة والغالية وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضرب المثل في أداء هذه الرسالة في أبهى ما تكون وكان عليه الصلاة والسلام يراعي عدة قواعد أثناء أدائه هذه الرسالة التعليمية وكان الغرض من مراعاة هذه القواعد هو أن يتم تحقيق الأهداف والغايات المطلوبة من التعليم ومن أبرز القواعد التي كان صلى الله عليه وسلم يراعيها ويعطيها حقها من الاهتمام اغتنام الظروف المناسبة لأداء الرسالة التعليمية زمانا ومكانا وحالا بحيث يكون المتعلم في أقصى وأعلى جاهزيته النفسية والفكرية لاستقبال الرسالة التعليمية لأن التعليم عندما يحدث في كل وقت وحين أو يكون مجدولا بصورة دورية رتيبة فإنه قد يمل ويبتذل وقد يفقد بريقه وقيمته عندما يكون من الساعة الفلانية إلى الساعة الفلانية في كل يوم أحيانا قد يفقد هذه القيمة لأن قد يكون المتعلم ليس جاهزا من أجل أن يتلقى ما يريد المعلم إرساله له من محتوى معرفي ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلقي المواعظة على صحابته بصفة دائمة ما كان يعطيهم محاضرة كل يوم في المسجد بعد كل صلاة لمدة ساعة أو ساعتين بل كان يتخولهم يعني يتعاهدهم بالموعظة في الأيام كراهية السآمة أي كراهية أن يملهم صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم وقد اقتدى به في هذه الطريقة أصحابه رضي الله عنهم فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يذكر تلاميذه كل خميس جعل يوما واحدا للموعظة والتذكير فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن إنا نحب حديثك ونشتهيه ولوددنا أنك حدثتنا كل يوم فقال وهو الآن يستشهد بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمنعني أن أحدثكم إلا كراهية أن أملكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة علينا رواه البخاري ومسلم فهذه قاعدة قاعدة إعطاء اغتنام المناسبات اغتنام الأحداث قضية التعليم من حين لآخر أن لا يكون متتاليا متواليا من القواعد التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراعيها ويعطيها حقها من الاهتمام أيضا اغتنام حدث ما أو مناسبة أو واقعة فيتطلع الناس إلى معرفة ما حكم ما الأمر الذي يجب أن نتصرف به في مثل هذه الواقعة فهنا يصبح للتعليم قيمة كبيرة ويكون له معنى عظيم لأن عقول المتعلمين ونفوسهم ستكون متهيئة لاستقبال الرسالة التعليمية وأفضل الأوقات لذلك عندما تحين مناسبة أو يحدث حدث يقتضي قيام المعلم بدوره التعليمي والتربوي من الأمثلة على ذلك ومن الدلائل عليه كسوف الشمس يوم مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظن بعض الناس أنها انكسفت لموته وقد كانوا يعتقدون شيئا من هذا أيام الجاهلية أن الشمس تكسف يوم موت العظماء والكبراء فرد النبي صلى الله عليه وسلم وهمهم وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عبادة لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم رواه البخاري ومسلم فهذه رسالة تعليمية أتت في موقف مناسب ومن الدلائل أيضا أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي من سبايا وسبي إحدى الغزوات فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثدياها يعني امتلأ ثديها حليبا فصار يسيل منه ويتقاطر منه وكانت تسعى وتشتد إذ وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته هنا اغتنم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف لكي يعطيهم رسالة ما فقال أترون هذه المرأة طريحة ولدها في النار قالوا لا والله وهي تقدر على أن لا تطرح فقال لله أرحم بعباده من هذه بولدها رواه البخاري ومسلم إذن أراد أن يرسخ فيهم رحمة الله عز وجل مغتنما هذا الموقف الذي حدث أمامه وقالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به وإذا تخيلت أي تغيمت السماء وتراكم فيها السحاب وتغير لونها تغير لونه صلى الله عليه وسلم وخرج ودخل وأقبل وأدبر فإذا مطرت سري عنه فعرفت ذلك في وجهه فسألته فقلت له يعني ما هذا الأمر يا رسول الله فقال لها لعله يا عائشة كما قال قوم عاد فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم رواه البخاري ومسلم واللفظ له ومعنى هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفاعل مع متغيرات الكون ويعطي رسائل تعليمية لأصحابه من خلالها شعائره شعائره تقوى الإله وخشية فلا غيره أتقى لرب ولا أخشى شفيق علينا مؤثر لصلاحنا يود لنا أن نترك البغي والغشة شمائله الإحسان والجود والوفى لقد طاب منه الأصل والفرع والمنشى شهادتنا لا يخلق الله مثله ولا شبهه أبدى رسولا ولا أنشى ولذلك فإن التعليم يجب أن يلبي حاجات المتعلم وأن يلامس واقعه ولا يصح أن يبتعد مضمون الرسالة التعليمية عن واقع المتعلم وعن حاجاته ويمكن أن نتصور نفسية المتعلم عندما يشعر أن التعلم لا يحقق له فائدة سواء على المستوى العلمي أو الثقافي أو الإنساني أو النفسي أو غير ذلك فأضاء ليل العالمين رسول رسول تمكن هذا النبي الكريم أن يبدد الظلمات ويكشف الشبهات ويضيء الطريق ويهدي السبيل ويمحو الجهل ويقيم العلم ويهذب النفوس ويطهر القلوب وينير العقول ولم ينتقل إلى جوار ربه حتى أكمل الله به الدين وأتم به النعمة ورضي لنا الإسلام دين أهلا وسهلا بكم من جديد هذا الأمر لم يمنع أن يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأداء رسالته التعليمية قبل حدوث ما يستدعي ذلك يعني أحيانا ليس بالضرورة أن ينتظر المعلم حدثا ما أو مناسبة ما لكي يبدأ بعملية التعليم بل قد يتطلب الأمر أن يبادر وأن يباشر المعلم مهامه التعليمية مباشرة من تلقاء نفسه ولذلك أسباب قد يكون السبب غفلة المتعلم وذهوله عن أهمية ما يريد معلمه تعليمه له هو في غفلة عن هذا الأمر فيأتي معلمه ويعلمه هذا الأمر ابتداءا قبل حدوث ما يستدعي ذلك وقد يكون السبب أهمية تحصين المتعلم من الوقوع في الخطأ مستقبلا وهو أولى من أن ينبهه على الخطأ بعد وقوعه وقد يرجع السبب إلى كون الرسالة التعليمية مما يحتاجه المتعلمون أجمعون في وقت ما فيأتي المعلم فيعطيهم المحتوى والمضمون التعليمي قبل حدوث ما يستدعي ذلك لأنهم سيحتاجون له مستقبلا ولذلك فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في أحيان كثيرة يبدأ صحابته بالعلم والتعليم قبل سؤالهم أو قبل حدوث ما يستدعي ذلك تنبيها وتحصينا وإفادة فمن النوع الأول الذي يجتمل على قضية التنبيه إلى أمر لا يعلمه المتعلم ما صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي يوما بلحم ما إذا فيها شيء من اللحم فروفع إليه الذراع يد الشا وكانت تعجبه فنهس منها نهسة بأسنانه نهسة أخذ شيئا من هذا اللحم ثم قال صلى الله عليه وسلم ابتداء هكذا بدون مقدمات أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون بمذاك يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدن الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون ثم ذكر صلى الله عليه وسلم طلب الناس الشفاعة من آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام وكلهم يعتذرون ثم يطلبونها من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقبلها ويقول أنا لها ثم يقول فأنطلقوا فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتح لأحد قبلي ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول يا ربي أمتي أمتي فيقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب والذي نفس محمد بيده إنما بين المصرعين من مصريع الجنة يعني بين أطراف بوابة الجنة لكما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصر رواه البخاري ومسلم مكة هي عاصمة الإسلام الدينية وهجر هي الأحساء أو مكة وبصر بصر هي قرية قريبة من دمشق في الشام فهذا هو المصرع ما بين مصرعين هذا هو عرض البوابة الواحدة من أبواب الجنة من النوع الثاني المتعلق بتحصين المتعلم من الوقوع في الخطأ هو تحذيره صلى الله عليه وسلم أمته من ثلاثين كذابا يدعي النبوة أرد صلى الله عليه وسلم أن يحصن الأمة من دجالين سوف يدعون النبوة وعددهم ثلاثون فقال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذابا دجالا كلهم يكذبوا على الله وعلى رسوله رواه أحمد وأبو داود ومن النوع الثالث المتعلق بعموم حاجة المتعلمين للرسالة التعليمية ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة صلاة الفجر ثم لما فرغ صعد المنبر فخطبهم حتى حضرت الظهر يعني ما يقرب من ست ساعات أو ربما سبع ساعات ثم نزل فصلى الظهر ثم صعد المنبر فخطبهم حتى حضرت العصر يعني ما يقرب من ثلاث ساعات إضافية ثم نزل فصلى العصر ثم صعد المنبر فخطبهم حتى غربت الشمس فهذه ثلاث ساعات إضافية أيضا يعني المجموعة قد يكون قرابة 12 ساعة والنبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم فأخبرهم بما كان وبما هو كائن كما رواه مسلم وأحمد ويشبه هذا الحديث قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه رواه البخاري إذن لكم أن تتخيلوا الكم المعرفي الضخم الذي أفاضه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك على صحابته في ذلك المقام الطويل جدا الذي بدأ من صلاة الفجر إلى صلاة المغرب يقول الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله ودل ذلك على أنه أخبر في المجلس الواحد بجميع أحوال المخلوقات منذ ابتدئت إلى أن تفنى إلى أن تبعث فشمل ذلك الإخبار عن المبدأ والمعاشي والمعات قد أخبر المصطفى من علم بارئه بما يكون يقينا في تواليه ببدء أمر وما فيه ومختتم وبعض تفصيل تحذيرا بتنبيه وأنذر الناس من فتن مجلجلة وأرشد السامع الواعي ينجيه وبشر الناس بالمهدي وحذرنا من فتنة الأعور الدجال في التيه صلت على أحمد الدنيا مرددة صلاة ربي ضياء في تواليه أُلِدَ الرَّسُولُ كأَلْفِ شَمْسٍ أَشْرَقَتْ فأَضَاءَ لَيْنَ الْعَالَمِينَ رَسُولُهُ وَغَدَتْ صَحَارَا الْأَرْضِ أَيْنَ عَوَاحَةٍ وَتَعَقْلَنَتْ بَعْدَ الظَّلَالِ عُقُولُهُ هو أحمد المختار خير معلم نور يردد وحيه التنزيق نور يردد وحيه التنزيق